أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أحد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي التي يتم العمل عليها هو أن يكون هناك استراتيجية واضحة للصناعة المصرية وخلال اجتماع مع رؤساء الغرف الصناعية بشأن إعداد استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية وإطلاقها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي شدد مدبولي على الحرسي على أن يتم صيغة الاستراتيجية من خلال التوافق مع جميع رجال الصناعة واضف رئيس الوزراء أنه يرحب بجميع الأراء التي يمكن أن يدلي بها الخبراء في مجال الصناعة وأنه حريص على أن يخرج المؤتمر بتوافق على أرضية واضحة من أجل مصلحة الصناعة المصرية